من ضمن أهداف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه أن تكون الجامعات في خدمة المجتمع فلا فائدة من البحث العلمي إذا لم يكن يعالج مشكلة معينة في المجتمع وقد حرصنا في جامعة المثنى وفي كلية التربية العلم المنسانية أن نهدف في بحوثنا العلمية بصورة عامة إلى معالجة أغلب المشاكل الموجودة في المجتمع وهذا الأمر يصدق على البحوث التطبيقية وخصوصا في قسم الجغرافية هذا القسم العلمي المهم جدا في كليتنا لذلك ارتأينا أن ننتقي في مؤتمرنا لهذا العام موضوعا مهما جدا على مستوى العالم لاقى اهتماما كبيرا جدا في أروقة الأمم المتحدة وقد حددت أهداف لهذا الموضوع وأعني به التنمية المستدامة حددت أهداف كثيرة أكثر من عشرين هدفا تهدف أو المحصلة من هذه الأهداف إلى تحسين كثير من الأوضاع التي تعيشها المجتمعات وخصوصا المجتمع العراقي وخصوصا مجتمعنا السماوي لما يحويه من خصوصية معروفة لدى القارئ والمطلع العراقي وهي نسبة الفقر وغير ذلك من الأمور نشارك في هذا المؤتمر أكثر من ستين باحثا من جامعات عراقية أكثر من أحد عشر جامعة عراقية وأكثر من خمس أو ست بلدان عربية 42 باحثا سوف ينشر فيه عدد خاص من المجلة المحكمة مجلة أوروك علوم الإنسانية وسوف يرسل هذا العدد لكل دوائر الدولة الموجودة في المحافظة لكي تأخذ هذه الحلول التي وضعها أساتذة وباحثون مختصون في هذا المجال طريقها لحلحلة المشاكل التي يعالجها المجتمع قيم قسم الجغرافية المؤتمر الجغرافيا العلمي الثاني بالتعاون مع كلية الأداب والعلوم الاجتماعية جامعة دمشق وقد حدد عنوان المؤتمر بدور الجغرافيا في تحقيق التنمية المستدامة لما للتنمية المستدامة من أهمية في معالجة مشكلات العصر التي يعاني منها العراق عامة وأيضا دول المحيطة الإقليمية وكذلك على المستوى العالمي شارك في هذا المؤتمر ستة دول العراق وسوريا وأيضا فلسطين والجزائر ومصر والكويت وقد بلغ عدد الجامعات المشاركة في المؤتمر ستة عشر جامعة خمسة منها من خارج العراق وما تبقى من داخل العراق وقد قسم المؤتمر على خمسة محاور رئيسة المحور الأول تناول المشكلات السكانية والتنمية المستدامة فيما خصصه المحور الثاني من المؤتمر لدراسة البيئة الحضرية والمشكلات الصناعية أما المحور الثالث فقد خصصه لدراسة المشكلات السياسية والفكر الجغرافي أما المحور الرابع فقد خصصه للدراسات الطبيعية لمال الدراسات الطبيعية من إمكانات ممكن الإفادة منها في تحقيق التنمية المستدامة أما المحور الأخير فقد خصصه للمتحدثين من خارج العراق لتعذر حضورهم بسبب جائحة كورونا فهذا مجموع المحاور الرئيسة للمؤتمر الغاية الرئيسة والهدف الرئيس للمؤتمر هو البحث عن حلول حقيقية للمشكلات التي تعاني منها محافظة المثنى بصورة خاصة والعراق بصورة عامة وإيجاد الحلول المناسبة لها على اعتبار نحن نطمح لحل المشكلات دون الضغط على حقوق الأجيال القادمة